بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومع حكاية جديدة من حكايات المستوى الثالث حكاية الفلاح والثور يحكى أن بغلا ضخما وثورا سمينا كان يعيشان معا في زريبة اعتاد صاحبهما الفلاح أن يربطهما معا بالمحراث لحرط الأرض فأصبح جارين صديقين في الحقل والزريبة ذات يوم قال الثور للبغلي لقد تعبنا في الحرط ولم يشغل الفلاح غيرنا لإراحتنا ما رأيك أن نلعب دور المريضين ليريحنا أجاب البغل كيف نتمارض وموسم الحرط قصير صاحبنا يهتم بنا طول العام رد التور باستهزاء إنك غبي اصبر أنت للعمل المضني أما أنا فسأتمارض تظاهر الثور بالمرض فقدم له الفلاح الأعلاف وتركه يستريح عاد البغل في المساء مرهقا فسأله الثور ما أخبارك أجاب البغل بذلت جهدا أكثر لأعوض غيابك تهلل وجه الثور فرحا وسخرا بالبغلي لأنه يرفض أن يتمارض ليستريح معه سأل الثور البغل ألم يحدثك الفلاح بشيء عني أجاب البغل لم يتحدث معي لأنه كان منشغلا مع الجزار هنا نهار الثور وأدرك أن الفلاح سيقدمه للدبح لأنه لم يعد صالحا للعمل في صباح الغد حضر الجزار وقاد الثور إلى استبله في انتظار يوم السوق الأسبوعي لدبحه في المسلخ ظل الثور طول اليوم يفكر في مصيره فبادرته جارته الجديدة البقرة مرحبا بك لماذا تبدو مهموما حكى الثور حكايته للبقرة فأخبرته بأن صاحبنا الجزارة لا يذبح إلا البهيمة السليمة صحيا والسمينة لحما ولا يقودها إلى المسلخ إلا إذا فحصها الطبيب البيطري وأكد خلوها من الأمراض وأضافت قائلة وما أظن إلا أنك ثور سليم وسمين وصالح للذبح يبدو أنك أنت الغبي وليس البغل لم تفكر في العواقب قبل أن تتظاهر بالتمارض أحس الثور بسوء تصرفه وندم على ما قام به فانسكبت الدموع من عينيه وهو يردد لا ينفع الندم بعد فوات الأوان انتهى سرد الحكاية وبعدها سنمر مباشرة إلى التعرف عن شخصيات الحكاية والزمان والمكان ثم أحداث الحكاية وبطبيعة الحال سنعرج عن البنية السردية للحكاية شخصيات الحكاية الثور البغل الفلاح الجزار البقرة زمان الحكاية ذات يوم في المساء صباح الغد المكان الحقل الزريبة الإستبل أما أحدث الحكاية فجاءت باختصار شديد على الشكل التالي يحكى أن بغلا وثورا اعتاد صاحبهم الفلاح أن يربطهما بالمحراث طلب الثور للبغل التظاهر بالمرض رفض البغل للطلب خصوصا أن الوقت موسم الحرتي تظاهر الثور بالمرض عودة البغل مرهقا من عملية الحرتي خصوصا وأنه قام بمجهود مضاعف سخرت الثور من البغل اندهاش الثور عند معرفته بقدوم الجزار اقتياد الجزار للثور إلى إستبله لذبحه في السوق الأسبوعي حوار الثور والبقرة وإخبارها له باستعداده للذبح إحساس الثور بسوء تصرفه وندمه على ما قام به نمر الآن إلى البنية السردية للحكاية البداية يحكى أن بغلا ضخما وثورا سمينا التحول تظاهر الثور بالمرض المشكل بيع الفلاح الثورة للجزار لذبحه الحل ذبح الجزار للثور لأنه لم يعد قادرا على العمل النهاية ترديض الثور للجملة التي ستكون من بين عبر الحكاية لا ينفع الندم بعد فواتي الآوان أما العبرة أو العبر من الحكاية فكثيرة يمكن أن نجملها في العبرتين الآتياتين الأولى علينا أن نكون صادقين في أقوالنا وأفعالنا والثانية علينا أن نجد ونجتهد وأن نفكر قبل أن يقع ما يكون في الحسبان حيث لا ينفع الندم إلى هنا نكون أحباء الثلاميذ قد أتينا إلى نهاية الحكاية وإلى حكاية جديدة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته